كارثة بيئية تتربص بسكان أحياء المائة وعشرين سكن وثلاثمائة واربعة وسبعين سكن بالأعباضلة منذ خمس سنوات بسبب مياه الصرف الصحية التي باتت تحاصر الأحياء بعدما شكلت بحيرة صغيرة من الأوحال نحن نعانوا هنا، هذا البخلاب نحن في خمس سنين، لم يشين جيين للدائرة والمير قال لك راح في خمس سنين راح في الدائرة أساس تحطم القناة الرئيسية جعل مياه الصرف الصحي تشكل شلالاً لتهدد بذلك حياة المواطنين وخاصة الأطفال وعن الوضعية يقول رئيس المجلس الشعبي البلدي مياه وعشرين مستشفى مياه وعشرين سرير والتزيئة 346 والتزيئة 246 رسدت لها البلدي قامت بدراسة انتهت والعملية راح لمستوى مديرية الري يعني باش تلونسي هذه العملية والعملية راح مرصد لها غلاف مالي ضخم ومعتبر وإن شاء الله يعني يكون مجدي وفعال ويقضي على هذه الظاهرة المياه القادرة بسفى نهائي أمام هذا الوضع وما نتج عنه من أخطار تهدد صحة المواطن تبقى الصورة أبلغ من التعبير